حبيبا يا كابتن شادي برضو الحمد لله موسم موفق ليك يعني برضو نفس الكلام اللي قلت لأمر هل انت طالع من الموسم راضي عن نفسك ولا لسه عندك المزيد ممكن تأديوا يا شادي والله هو يعني الواحد بيبقى راضي أكيد بأي نتيجة يعملها كويسة بس بيبقى عنده دايما الحافظ وعنده الهدف أو عنده تارجت قدامه قومات النجاح طبعا أكيد نوعا ما الحمد لله راضي عن نتيجة مع النادي أو مع الحاجات البطولات الفردية بس أكيد بالواحد دايما بيبقى عايز يكسب كل البطولات مع النادي أو البطولات الفردية اللي بيقولها وده دايما تموحي مع النادي سواء مع أو مع منتخذ فالحمد لله نوعا ما راضي عن أدائي سواء كأداء أو كنتيجة فالحمد لله دي أهم حاجة وهم حاجة أنت قلت كمان قبل الردة أنا أطلع أن أنا أحسن أكيد أطلع أن أنا أطور نفسي أكتر وأكتر طيب خلينا نتكلم عن السنادي نتكلم عن الدول المحلي أكيد كان فيه منافسين أقوية كان فيه نادي يعني كابتن سايد لفت نظرنا الحاجة مهمة جدا الجمهور بيشوف 3-0-3-0 بس 3-0 خش بقى بتفاصيل الأشواط والمباريات والجنوات اللي قصاد بعض لقى بتلاقي المكسب بشق الأنفس لأنه كان فيه منافسة قوية شايف السنادي المنافسة القوية جاءت لنا من هي المنافسة بصراحة يعني السنادي كانت مختلف على سيني الفات شوية أولا لأن كل الأندية كانت جايبها محترفين سواء يعني نادي الزمالك كانت جايبها محترف ببرازيلي الأندية البقية جايبها محترفين من العرب بس كلهم يعني يعني لعيبة كويسة في منهم لعيب منافس كويس لنا يعني زي مين يعني الزمالك جايب لعيب ببرازيلي بس هو شكله سيني آه بالزلطة هو يباني هو يباني يعني كبأ شكله صيلي بس هو يباني ماشي في اتجاه أنه يعني العيب قوي طب مين تاني من الأندية جاي؟ كان في نادي الحوار كان جايب زيد من الأردن ده لعيب رقم واحد في الأردن هناك كان في مرتضى من البحرين ده كان مع نادي رباطو الأنوار كان فيه أنور صح؟ أنوى من بحرين كان مع نادي اسماعيلي طب ليه لجاء للعيب العرب؟ يمكن عشان مقابل المدى؟ سهل لهم يجوا خصوصا القرب يعني موضوعا مش بيحتاج وكمان مش هيبقى مكلف زي ما يبقى جيب بالعيب أوروبي أو العيب صيني طبعا فانت شايف الدول السندي كان فيه كمبيتشن كبيرة عشان كان فيه أجانب؟ فعلا كان مختلف عن السيني اللي فاتت كان أقوى وفعلا فعلا يعني مش ده مش كلام بس فعلا كان أقوى ومنافسة كانت أحسن وكانت ممتعة أكتر يعني احنا بلعب الزمالك في الفاينال كان فعلا مش يعني طبعا أكيد السنين اللي فاتت صعبة وكوية أكيد بس المنافسة دلوقتي زادت أكتر ده ما يقلش من قبل كده وما يقلش من العيب قبل كده طبعا بس السنادي كان لها طعم وكانت ممتعة أكتر فعلا يعني بوجود المحترف البرازيلي كان الموضوع قرب أكتر وبقى موضوع في صعوبة أكبر فطبعا كان المتعة اللي احنا نكسب الزمالك السنادي أو ناخد الدورة عموما السنادي كانت ممتعة أكتر بكتير بي لابتو صدون تبيريس برزيلي